السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائز نبي الله أم عباده وعن أبي زد أذي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغسنين من شدرته قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبادر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عنها له شجرة رواه أحمد صحابي رمغانايا أبو ذد الغف الفاري رضي الله عنه ريپورت سيويانا متلبي صلى الله عليه وسلم والشهيتي قالت قلت لبيك يا رسول الله عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر